يمكن أن أضيف الصفوف التي أدرسها من هنا اختيار طريقة عرض الكلمة السرية هل أريدها صورة أريدها كلمة أريدها بطريقة خاصة أخرى لأختارها كلمة مثلا أقوم بإدخال اسم الصف أولى متوسط مثلا أختار العمر أختار اسم اللعبة التي أريد طالباتي أن يلعبوها بمجرد دخولهم إلى حساباتهم مثلا كلاسيك ميز المتاهة الكلاسيكية هذا الخيار إذا كنت أريد من الطالبات أن يعملوا بشكل تشاركي بمعنى طالبتين تعملان على لعبة واحدة فأختار نعم أو لا على حسب ما أريد ثم حظ بهذا أدرجت السكشن الأول أقوم بإدراج الآن أسماء طالباتي من أضف طلاب الإسم لأفضل أن يكون باللغة الإنجليزية حتى يظهر في الشهادة مثلا أبرار وأضف إذا كان عندي عدد الطالبات كثير أضغط من هنا إضافة العديد من الطلاب ثم أكتب أسماء الطلاب كلهم دفعة واحدة ثم بالضغط على تم تنزل تلقائيا أسماء الطلاب طبعا وأقوم بالضغط حفظ أو حفظ الكل من الأعلى بالنسبة للجنس والعمر أترك نفس الطالبة عند دخولها إلى حسابها تختار هذه الخيارات فليس مهم من حسابي كمعلم أن أختارها من الآن كيف يمكن أن أعطي رابط لعبتي أنا لطالباتي حتى أستطيع متابعتهم بالنزول إلى الأسفل يمكن أن أترجم هذه الصفحة بزر الموس الأيمن ثم ترجم إلى العربية هذا هو رابط هذا السكشن يمكن أن أنسخه نسخ عنوان الرابط ويمكن أن أرسله إلى طالباتي وأقوم بطباعة بطاقات معلومات الدخول والتي تظهر بهذا الشكل وأعطي لكل طالبة اسمها الذي سجلتها به والكلمة السرية حتى تستطيع الدخول به